السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة أتمنى تكونوا بخير و على خير و بصحة جيدة مع فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم اقترح عليكم هذه الوصفة لأكيد ستعجبكم و ستجربوها و ستجربوها و ستجربوها لأنها تجي من ألد ما يكون صفة للشارية مالحة باللحم تجي بنينة بزاف و سنضيف لها واحد سائل اللي هو دهابي كي خليها من أروى ما يكون في الماضيات لا تشبعوش منها بالنسبة لما تشوفوا الطريقة غالي نحتاجو الحم الحم الغلمي على حسب الكمية لحسب يعني عن أشخاص دي في البيت يعني درت هالكمية هادي تنخصو الحم زيان تخلو حتى كي تقطر و نبات نضيف حتى نجرة اللي غنطيبو فيها يعني الحم كندروه شوية الملحة شوية السكنجبير يعني غير ملعقة صغيرة و شوية البصار يعني عينك ميزانك بيكي كنديرو هاد عطرية دي الحم ملعقة صغيرة ما نكذروش بمزة بثاف توابيل لان نرى كنديرو دي العطرية دي الحم 근� يعني ميجيش دي الحم قاعم جادي بثاف كنديرو خوية خرقه من بلدي كمش شوية زيت المائدة و ملعقة صغيرة دي السمال الحار نضيف زعفرة الحر و نضيف زعفرة الحر و نضيف زعفرة الحر و نضيف زعفرة حتى يتلقى كامل المرآن تلقينوا حتى يتلقى الحمراء في التوابيث و نضيف الصغير فشق طويلة الزيت يملأ ولا تملأ من القولة تلez نضيف تلقاء من زعفرة الحر و نضيف لشعير ال món común نضيف الماء أو مكونات بمكونات للمكونات ونضيف الماء أو مكونات ونضيف الماء نضيف المرقة جميلة 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 سوف نضيف المرقة بعض القادرة نضيف المرقة حتى نضيف المرقة على الصفاك أ Shamash والذيء نضيف المرقة نضيف الكاس في الزعفران نضيف الكاس في الزعفران نضيف الزعفران نضيف الماء في الزعفران ثم نظيف الماء في الزعفران كما نرى الزعفران نضيف الماء في الزعفران تجد تفورها مرة أخرى وعندما يكون تفورها مرة أخرى يجب التفورها ثانية ونضع تفورها مرة أخرى نحاول مدينة لتنجرة في هذه المغنم لتبخل الماء يجب أن تكون تغميرها تقيلة سوف نأخذ بعض الزبيب سلقته من قبل 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 فطورز سلقته من قبل نضيف الماء على مما يستمر لا تخافوا لكم لأن اكترت الماء في الأول ستقدرها ولكن اقوموا بشوية بشوية بالنسبة للمتدئات لا تخافوا لها وخدروا الماء بشكل مباشر لن اكترت الماء ونجدها تشرب او تخليها حتى 20 دقيقة تشرب لكم الماء بشكل مباشر ونجد السبيبرة بشكل مباشر ونجد السبيبرة بشكل مباشر ونضغمي على نظر الدهم تقدم الدعميلة مباشرة ونجد الماء بشكل مباشرة ولكن لكذا لم تدرسنا لن يفترسنا ونجد السبيبرة ونجد السبيبرة لن يفترسنا كما تشاهدونها هي صفارة شربات و قدت في حجمها كانت تفورها تفويرها ثالثة و بعدما فارت لها تفويرها لأنها تكون مفروزة و تبخر كانت تستعف سنية للتقديم بشي تبيسيل أي طبق سل دائري أو شكل هذا تم إذا لم يكسبه هنا ولكن واحدة و لم تكن قد تبخر و مخلوقة تساعة تفورها من كمئة بطبئك لم تكن قديمة تفورها لأنها تتم قد تشاهدون مفروزة و يكون قد تساعة 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 تبصين و تتقديم من قبل الناس و يتحكم في أسناع سعيدنا من الطعب نضيف الطريفة للحب نضيف الطعبة من الطعب سوف تقوم بتغميره في الجناب ويقوم بتقوم بتغميره في الجناب فنزيل برقوق ومشماش ونزيل بخفيف ويقوم بتغميره على المشاكل ويقوم بتغميره في الجناب وهذا الطبق سهل ويقوم بتناول بكل سهولة لا تحتاج لك وقت كثير وعندما ترى تفويرات لا تحتاج طاقة وانتمنى اخواتي انها تعجبكم تجيبنينة بهذه الطريقة غير سقيوها في الماء للماء الزعفران يجيبنين بالشارية يجيبنين بزافة يجيبنين بزافة كما ترى انتما نرزلكم صفاة تشين فروزة وخمح الليته تحتاجها في صيحة تشين فروزة بسحا وراحة سبحوه لي اخواتي التي تشهوا تتعجبهم حقكم في جناب مع السلامة اخواتي مع الفيديو جديد ان شاء الله وفرعيت الله وما تبخلوش ان ليبوا حد لايك اخواتي وانتشاعاتكم محتاجها لكي ندير معكم وصفات اللي هي لديدة وسهلة تحضير في متناول الجامع مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة